السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد دائما مع سلسلة الفيديوهات الخاصة بالكلمات المتشابهة في الكتابة والمختلفة المعنى إذن في هذا الفيديو سنتعرف على الفرق بين الغذاء والغذاء إذن الغذاء بمقصورة الغين والغذاء مفتوحة الغين إذن الغذاء الغذاء ما معنى الغذاء إذن كلمة الغذاء فهي تعني ما نتناوله من طعام أو شراب من أجل نمو الجسم كذلك مثلا نقول الكتاب غذاء للروح بمعنى المطالعة فهي غذاء للروح بحيث تساعد على تنمية عقل الإنسان وتفكيره إذن الغذاء هو ما ينمي جسم الإنسان وعقله وفكرة بمعنى فهو مرتبط بالتغذية أي كل المواد التي يحتاجها جسم الإنسان لنموه أو لنمو عقله ومنه ممكن نقوله مثلا في تعريف الغذاء إذن هو ما نتناوله من طعام أو من طعام وشراب لنمو الجسم وكذلك قلنا ممكن نقوله لأنه مرتبط مرتبط أيضا بتغذية الروح بتغذية الروح أي لنمو العقل والتفكير إذن مرتبط بالروح أو بنمو العقل والتفكير وقلنا أساسا فهو يرتبط بكلمة تغذية في حين أن الغذاء بالغين المفتوحة فيقصد به الوجبة التي نتناولها في وسط النهار نقول وجبة الغداء إذن الغداء هو وجبة من الوجبات الغذائية الرئيسية في اليوم إذن الغداء فهو الوجبة التي نتناولها في وسط النهار أو هو وجبة من الوجبات الغذائية الرئيسية في اليوم إذن تقريبا هذا هو الفرق بين الكلمتين شكرا لكم على حسني المتابعة